أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة برنامجكم فتاوى الذي يأتي عبر تلفزيون المملكة العربية السعودية القناة الأولى والذي أسعد وإياكم في هذه الحلقة باستضافة معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء من الطائف حياكم الله شيخنا الفاضل حياكم الله وبركاته فيكم أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بعلمكم نستقبل اتصالات الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات عبر هاتف البرنامج 883 أصفار لنعرضه على شيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى وبداية فضيلة الشيخ حقيقة الطلاب الآن قاربوا على الانتهاء من امتحاناتهم واختباراتهم وهناك ظاهرة حقيقة حرية بالمعالجة وهي قضية رمي الكتب والمقررات الدراسية إذا علمنا أن هذه الكتب ولله الحمد في مناهجنا كلها دينية وأيضا فيها آيات وتفسير وقرآن حديثكم عن هذا الآمر وتوجيهكم لأبنائكم الطلاب حفظكم الله ورعاكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا وأبنائنا الطلاب في هذه الأيام أيام الامتحان أن يوفقهم للنجاح النجاح الصحيح الذي لا غش فيه ولا تدليس فإن الغش والتدريس محرمان ولا سيما إذا صدر ذلك من طلاب العلم في أيام الامتحان يجب عليهم الاعتماد على الصدق ويجب عليهم إخلاص النية لله عز وجل والاستعانة به ويجب عليهم أن تكون أجوبتهم صادرة عن علم وعن نصح وليس فيها غش وليس فيها تدليس كما نوصيهم بالمذاكرة وذلك طوال العام ولكن في هذه الأيام للاستذكار فنوصيهم بالمذاكرة قبل دخول غرفة الامتحان وأن يعتمدوا على الصدق والنصح في إجاباتهم وأن تكون إجاباتهم صحيحة موافقة لما درسوه في مقرراتهم كما نوصيهم بالمحافظة على الكتب التي بأيديهم فإنها كتب ثمينة كتب علم فيها آيات وأحاديث كلام أهل العلم يجب عليهم الاعتناد بها وأن لا يمزقوها أو يلقوها في الطرقات أو في محال الامتهان بل إما أن يحتفظوا بها لأنها كتب يستفيدون منها في المستقبل ولم تنتهي أغبتهم وحاجتهم فيها وأيضا هي مبذول فيها أموال فلا تهدر هذه الأموال فإما أن يحتفظوا بها وهذا أولى وهم بحاجة إليها وإما أن يسلموها إلى الجهة المختصة التي صرفتها لهم كما ينبغي للجهة المختصة أن تهتم بهذا الأمر وأن تسترجع منهم الكتب التي لا يحتفظون بها لو تركت بأيديهم بل يسترجعونها ويصلحون من شأنها ويسلموها للطلاب الذين يأتون من بعدهم هذا الذي نوصي به الطلاب ونوصي به المسؤولين عن شؤون الطلاب نعم أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين فضيلة الشيخ في شهر شعبان يحرص المسلمون على الصوم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نخ عبد الله يسأل ويقول إذا انتصف شعبان هل نصوم أم أننا نصوم اتباعا للحديث النبوي الوارد في ذلك وما صحة هذا الحديث نعم الحديث صحيح يقول إذا انتصف شعبان فلا تصوم فيكون الصيام في أول شعبان إلى منتصفه وإذا واصل الصيام فصام غالب شعبان فذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصوم غالب شعبان ولا يستكمله مع التنبيه على ما يقع من بعض العامة من الاعتناء بليلة النصف من شعبان وصيام يوم شعبان خاصة يوم النصف من شعبان خاصة أن هذا لا أصل له لكن إذا كان يصوم من قبل أو يصوم من بعد ويدخل شهر يدخل يوم النصف من شعبان وليلة النصف من شعبان تبع لما قبلها أو لما بعدها من أداء العبادات فلا بأس بذلك أما أن يخص ليلة النصف من شعبان بقيام ويخص يوم النصف من شعبان بصيام فهذا مبتدع لا أصل له ولا يصح فيه شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم شيخنا حفظكم الله ورعاكم هذا يسأل عن الذي يأتي عليه رمضان الثاني وهو لم يقضي هل يطعم وإن كان غير قادر على الإطرعام فما الحل أحسن الله إليكم إذا كان عليه قضاء من رمضان الماضي فيبادر بقضائه قبل دخول رمضان الجديد لا يجوز له أن يؤخر من غير عذر أما إذا كان معذورا تصل معه العذر وأتى رمضان الثاني ولم يزل عذره فلا بأس أن يؤجل القضاء إلى ما بعد رمضان وهو معذور في ذلك أما إذا أخر القضاء حتى أتى عليه شهر رمضان من غير عذر فهذا يقضي بعد رمضان ويكون عليه طعام مسكين عن كل يوم كفار عن التأخير بمقدار كيلو ونصف من الطعام عن كل يوم كفارة عن التأخير من غير عذر أما إذا أخره لعذر حتى أتى رمضان الجديد فإنه يؤخره ويقضيه بعد رمضان متى ما قدر ليس عليه شيء غير القضاء نعم أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين هذا سائل يقول النية في قضاء رمضان بعد صلاة الفجر يقول أقضي ولم أنوي إلا بعد الفجر هل يعتبر هذا قضاء أم نفلا لا يصح هذا لا يتصح نية الصيام في رمضان ولا بعد رمضان قضاء ولا أي صوم واجب بنذر أو كفارة لا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل قبل طلوع الفجر قوله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل يعني هذا في الصوم الواجب أما صوم التطوع فلا بأس أن ينويه من النهار بشرط أن لا يكون أكل أو شرب بعد طلوع الفجر له أن ينوي من النهار لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوي صوم النافلة من النهار أحيانا نعم أحسن الله إليكم هذا يقول بعض الإخوان يقولون إن في تقويم أم القرى تقديما في أذان الفجر ونحن مقبلين على رمضان وبعض الأئمة يقدم لقامة قليلا نريد القول الفصل من فضيلتكم خاصة مع دخول هذا الشهر الكريم بارك الله فيكم يا أخي تقويم أم القرى تقويم معتمد من الدولة ومعتمد من عموم الناس ولله الحمد ولا جرب عليه خطأ فهؤلاء الذين يقولون فيه خطأ أظن أنهم هم المخطئون في ذلك فهو تقويم معتمد ومجرب وما زال المسلمون يعتمدونه فلا مجال للتشكيك تشكيك المسلمين في هذا التقويم الذي يعتمدونه وهو تقويم رسمي ومعتمد ولا جرب عليه خطأ إنما هذه شائعات يريدون بها التشويش على الناس أو لا يدرون أنهم مخطئون في ذلك نعم أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين هذا سائل يقول أريد أن تعرض هذه المسألة على الشيخ حفظه الله تعالى يقول شخص توفي وعندما توفي وعنده امرأتان وقبل وفاته كتب سيارته الشخصية باسم واحدة من البنات في ورقة بينه وبين هذه البنت وعندما توفي باع الورثة هذه السيارة فجاءت هذه البنت لتطالب بقيمتها فرفض الورثة ذلك وقالوا إن هذه السيارة من ضمن التركة السؤال هل يحق لهذه البنت والفتاة أن تأخذ قيمة السيارة أفتون مأجورين هذه قضية خصومة بين هذه البنت وبين الورثة فيرجعون فيها إلى المحكمة إلى المحكمة الشرعية ليفصل فيها القاضي نعم أحسن الله إليكم هذا يسأل عن حكم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين وحكم صيام يوم الشك كلاهما لا يجوز لا يجوز تقدم رمضان بيوم أو يومين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وكذلك صوم يوم الشك لا يصام اليوم يوم الثلاثين إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر فإنه يوم شك لا يجوز صومه لما جاء أن الذي يصوم يوم الشك قد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نعم هذا السأل يقول معالي الشيخ بعض العامة يقول عليه الحرام أو بالحرام خاصة في تعاملاته هل يعد هذا يمينا وإذا حنث هل عليه كفارة؟ نعم تحريم الحلال يعتبر من اليمين عليه كفارة يمين إذا حرم حلالا قال هذا الطعام علي حرام زوجتي علي حرام وهكذا كل مباح إذا حرمه على نفسه فإنه لا يحرم ولكن يكفر عن يمينه قال جل وعلا يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور الرحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم فسماه يمينا وأوجب فيه الكفارة وذلك كما في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفار يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا تقوا الله الذي أنتم به مؤمنون فإذا حرم حلالا على نفسه فإن الله جل وعلا يقول فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وتحرموا الحلال يجري مجرى اليمين لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم يعني بالكفارة المذكورة في سورة المائدة نعم أحسن الله إليك شيخنا نستقبل أول اتصالات هذه الحلقة فهد من الرياض السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله إرحالكم الشيخ السلام حياكم الله بخير الله تذكرها عندي زكاة وعندي طفلة معاقة وأريد أخرج الزكاة على الطفلة بنهيله الطفلة وخارج بها خارج المملكة للعلاج الطفلة بنهيله يا أخي طفلتي بابنتك نعم نعم هي نعم هي نعم يا شيخنا لا تحل لا تحل زكاةك لها لا تحل زكاة زكاة المسلم لفرعه ولا لأصله نعم جاك الله خير شكرا شكرا يا أخ فهد شيخنا حفظكم الله ورعاكم هذا سائل يسأل يقول كبير السن والمعذور إذا لم يستطع الصيام خاصة وأنه فوق التسعين وأحيانا يقول أريد أن أفطر أو أريد أن أكل هل يعدر في هذا وهل نجبره على الصيام وما الحكم إذا أفطر ما دامن معه عقله فإنه لا يسقط عنه الصيام ولكن إذا لم يقدر على الصيام فإنه يطعم عن كل يوم مسكين كما قال جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هذه في الشيخ الهرم الذي لا يطيق الصيام وفي المريض المرض المزمن الذي لا يطيق معه الصيام كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فلا يصوم ولكن يطعم أو يطعمه عن كل يوم مسكين بمقدار كيلو نصف من الطعام نعم هذا سهل يقول سماحة الشيخ متى آمر أولادي الصغار بصيام شهر رمضان إذا أطاقوا ذلك إذا أطاقوا ذلك إذا بلغوا سبع سنين صاروا مميزين تأمرهم بالصلاة وتأمرهم بالصيام أيضا إذا أطاقوه ليتدربوا عليه وليكون لهم الأجر في ذلك وفي حقهم نافلة ويكون لك الأجر أيضا إذا أمرتهم بذلك ودربتهم عليه نعم طيب فضيلة الشيخ يقول هل تسحير الصائمين خاصة من الفقراء وغيرهم أجرا كتفطير الصائمين نعم نعم تسحيرهم وتفطيرهم إذا كانوا محتاجين فإن فيه الأجر العظيم ومن طعام الطعام وفيه عانة للصوام على الصيام نعم هذا أيضا يقول الحامل والمرضع في حال عدم القدرة على الصيام هل تفتران وما الحكم هل تقضيان وتطعمان الحامل والمرضع إذا خافت على نفسيهما فإنهما تفطيران وتقضيان فقط أما إذا خافت على ولديهما أو على الحمل أو على الرضيع فإنها فإنها تطعم تقضيان وتطعم إذا أفطرت من أجله من أجل حملها من أجل إرضاعها وأما فهي قوية على الصيام لكن نظرا لحالة الرضيع أو حالة الحمل فإنها تفطر وتقضيان وتطعم تجمع بين الإطعام وبين القضاء نعم أيضا لدينا اتصال من الدمام عبدالخالق السلام عليكم السلام والحمد لله سؤالك يا عبدالخالق سؤالي يا شيخ يا شيخ حياكم الله سأتسألك أنا تمام أنا جاني مولود الحمد لله أبغى أسأل هل يجوز أني أحط مولود ولد أحط واحد الحين وأخر واحد فيما بعد يعني المولود ذكر نعم 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 عليه يعني يستحب أن تذبح عنه شاتين إن شئت وتيسر لك ذلك تذبحهما جميعا وإلا لا بأس أن تذبح واحدة وتؤخر الأخرى لغرض صحيح نعم شكرا لك يا شيخ أحسن الله إليك هذا الأخ محمد يسأل الأخ محمد يقول فضيلة الشيخ ما مشروعية عشاء الوالدين الذي يفعل في رمضان أحسن الله إليكم شيء طيب هو من أطعام الطعام ولكن لا يخصص في رمضان فإذا كان هناك حاجة إلى إطعام الطعام في أي وقت رمضان أو غيره ففي ذلك الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى ولكن بعض الناس أو كثير من الناس يؤجلونه إلى رمضان يريدون الفضيلة وهم مجتهدون في ذلك ولكن لا أصل لتخصيص رمضان بعشى الوالدين ونحوه من الصدقات بل هو وقت الحاجة سواء في رمضان أو في غيره هذا يسأل يقول أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هل يؤثر بعد الصوم مشاهدة المحرمات على صيام الصائم نعم يؤثر الصوم ليس خاصا بترك الطعام والشراب بل هو عن كل ما حرم الله فالصوم عن ما حرم الله هذا دائم بكل الحياة وأما ترك الطعام والشراب هذا خاص في الصيام المشروع في رمضان أو صيام التطوع فعلى المسلم أن يتجنب المحرمات وإذا لم يتجنبها فإن هذا يؤثر على صيامه لا صياما لمن لم يدع قول الزور والعمل به ليس لله حاجة في أن يدعى الإنسان طعامه وشرابه ولكن لا يدعى الحرام والنظر إلى الحرام وغير ذلك هذا يؤثر على صيامه نعم هذا يسأل عن حكم تزويج البنت ووالدها غير موجود في مجلس العقد ولكنه يقول أنا موافق فهل يسألون عن صحة هذا العقد بارك الله فيكم العقد لا بد أن تكون في المحاكم أو عند كتاب العدل يتولون ذلك وعندهم أنظمة يمشون عليها ولا يكون تزويجا عابرا لأن لا يقع فيه شيء من المخالفات بل يكون منضبطا ويكون على يد كتاب العدل أو عند القضاة أو عند المعتمدين يعني فيه أناس معتمدون لعقد النكاح نعم فيرجع إليهم في هذا طيب هذا السأل يسأل يقول سماحة الشيخ الحجم على الحملات الخيرية التي يضعها المحسنون الإنسان قادر هل له أن يدخل ويطالب في الدخول في هذه الحملات إن دخل فهو جائز وإلا الأفضل أن يحج على نفقته هو ليكتب له الأجر في ذلك الأفضل أن يحج من ماله لأنه قادر وإذا حج مع الحملات وهو قادر حجه صحيح إن شاء الله ولكن يكون ناقص الأجر نعم طيب معنا اتصال أحسن الله إليك الأخ محمد من مكة السلام عليكم يا محمد عليكم السلام وبركاته حياتك الله شيخ محمد سؤالك الله يبارك فيك أهلا وسهلا عندي سؤالين طبعا الشيخ محمد تفضل السؤال الأول في حديث يتكلم وإنه الصورة حرام صحيح طيب والسؤال الثاني السؤال الثاني طبعا أبو كلمة الشيخ في موضوع شتم الدهر وشتم الدين وشتم هذا في حكمها هذا في الكتاب السنة طيب طيب تسمع إجابة الشيخ وشكرا لك أخ محمد نعم السؤال الأول وهو نعم ويسأل يقول حديث الصور الأول أنه يقول هل هو صحيح أو غير صحيح الذي ورد في الصور والمصورين فضيلا الشيخ نعم النبي صلى الله عليه وسلم لعنى المصورين ونهى عن التصوير وأخبر أن المصورين هم أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهؤون خلق الله وأن المصور يجعل له في كل صورة يعذب بها يوم القيامة في نار جهنم فالوعيد في هذا الشديد لا يجوز تصوير ذوات الأرواح إلا لأحوال مخصوصة كحالة البطاقة الشخصية وجواز السفر وما أشبه ذلك أو تصوير لأجل العلاج ومعرفة المرض فالتصوير إذا كان له حاجة فيباح بقدر الحاجة أما إذا كان من باب العبث ومن باب العمل والحرفة ويتخذ التصوير حرفة له لتعيش عليه فهو حرام وثمنه حرام وهو ملعون كما في الحديث نعم أحسن الله إليكم سؤال الأخ محمد الثاني يقول أريد كلمة الشيخ في منضوع شتم الدهر وسب الدين لا يجوز قال الله جل وعلا في الحديث القدسي يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر وقلب الليل والنهار فلا يجوز الإنسان أن يسب الدهر لأن هذا سب لله عز وجل لأن الدهر ليس بيده شيء وإنما المدبر هو الله جل وعلا فما يجري في الدهر أو في اليوم أو في الزمان فهو من الله عز وجل ليس من الدهر هذا أمر محرم نعم أحسن الله إليكم هذا يسأل يقول الهدايا التي يعطيها الخاطب لمخطوبته هل تعتبر من المهر أم تعتبر من غير ذلك كل ما دفعه الزوج لزوجته من الهدايا ومن المهر فإنه يعتبر من الصداق إذا كانت هذه الهدايا من أجل الزواج فإنها تكون من الصداق نعم ويسأل أيضا عن حكم محادثة المخطوبة بالهاتف وتقول إن والدتها تأثى لها بهذا الأمر أن تتحادث مع خطيبها بالتلفون لا بأس بذلك بقدر الحاجة أن يكلم مخطوبته ويتفاهم معها ولا يكون في ذلك محادثة محرمة وإنما تكون بقدر الحاجة والتفاهم لا بأس بذلك نعم طيب فضيلة الشيخ هذا يسأل عن أداء سنة الفجر بعد صلاة الفجر مباشرة يقرأ بعض الأخوان إذا سلم الإمام وقرأوا أذكارهم بدأوا في أداء ركعتين ونسألهم فيقولون هذه سنة الفجر هل المشروع لهم ذلك أم الانتظار إلى طلع الشمس من لم يتمكن من راتبة الفجر قبل صلاة الفجر فإنه يقضيها وكونه أخرها إلى ارتفاع الشمس قد رمح بعدما تطلع هذا أفضل وإذ صلىها يخشي أن ينساها أو ينشغل عنها وصلىها بعد الفجر مباشرة فلا بأس بذلك يقول توفي والدي وقد قصرت في حقه كثيرا كثيرا فما هي وسائل البر التي أستطيع أن أبره بعد وفاته أحسن الله إليكم عليك بالدعاء له والاستغفار له والصدق عنه والحج والعمر عنه لا سيما إذا لم يكن قد أدى الحج أو العمر تحج تعتمر عنه إما فرضا وإما تطوعا وكذلك تكثر من الدعاء والاستغفار له وكذلك إذا كان عليه ديون لغيره لم يقضيها تقضيها عنه هذا من إبراء ذمته ومن البر به لأن نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك تبر أصدقاء والدك إذا كان له أصدقاء فإنك تبر بهم فإن هذا من البر بالوالد كما جاء في الحديث نعم هذه سائلة تقول أختكم في الله تسأل عن حكم الأظافر والرموش الصناعية هل تعتبر من الوصل نعم كلها حرام ولا تجوز الأظافر الأظافر تقلم الأظافر المخلوقة تقلم ولا تترك تطول ولا يجوز اتخاذ أظافر من الكذب وتركيب هذا لا يجوز وكذلك الرموش لا يجوز تركيب الرموش بل إنها تكتفي بما خلق الله لها فهذا من تغيير خلق الله الذي لعن الله من فعله وهو من الشيطان قال الشيطان لله عز وجل ولآمر أنهم فليغيرن خلق الله وهذا من تغيير خلق الله والعبث يترك المسلم الأظافر ويترك الرموش كما خلق الله إلا أنه يقص الأظافر ولا يتركها تطول حتى تكون كأغافر السباع نعم طيب لا يسعنا حقيقة في نهاية هذه الحلقة إلا أن نشكر شيخنا معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هاية كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء شكر الله لشيخنا على ما قدم وشكر الله لكم وإلى لقاء آخر يجمعنا بإذن الله بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة